المعلومات حول الاقتصاد بكوريا الشمالية تعتبر شحيحة وغير واضحة للاقتصاد الدولي لكون السلطات في البلاد لا تصدر بيانات مالية أو إحصائية القطاع الصناعي في كوريا الشمالية يعد أبرز المحركين للاقتصاد بكوريا الشمالية حيث تسهم الصناعة بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي يليه قطاع الخدمات ثم قطاع الزراعة ليحتل قطاع السياحة المرتبة الرابعة كوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات دولية عديدة بسبب برنامجها الباليستي والنووي سجل اقتصادها في 2017 انكماشا بلغ ثلاثة ونصف المئة بحسب البنك المركزي في كوريا الجنوبية لكن الخبراء في كوريا الشمالية يقولون أن هذا الرقم غير دقيق لأنه لا يعكس النشاط الاقتصادي غير الرسمي في 2016 تراجعت صناعة التعدين فيها بنسبة 11% كما سجلت الصناعة التحويلية تراجعا بلغ 16% فيما تراجع القطاع الزراعي والصيد بنسبة 1% و13% النسبة المئوية وبالنسبة للتبادلات التجارية فإن أبرز الشركاء التجاريين لبيونج يونج هم الصين التي تستورد نحو 67% من الصادرات الكوريا الشمالية تليها كوريا الجنوبية ثم الهند يرى بعض الخبراء أن إزالة العقوبات عن كوريا الشمالية قد ينشط عمليتين أو قد تنشط عمليتين كانتا تدران الملايين من الدولارات أولا منتجع في جبل كونغانغ الذي استقطب ما يقدر بنحو مليون سائح من كوريا الجنوبية قبل عام 2008 ثانيا مجمع صناعي يدعى كاي سونغ تم تشغيله حتى عام 2016 بالتعاون مع حكومة كوريا الجنوبية في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين وعن ثروات كوريا الشمالية الطبيعية من المعادن كالحديد والذهب والزينك والنحاس فضلا عن الفحم فتتراوح قيمتها بين 16 تريليونات دولار بحسب دراسات كورية جنوبية اشتركوا في القناة